السلام عليكم 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 الجزء السن اللي prepared اللي انت ده زيته للتكنشين او اللي راح السوى علي الكراون نصيح لداي يعني مثلا هادا داي هادا داي تمام تيجي شون التشيكة check off the crown on the cast before try it in the patient طبعا راح التشيكة قبل ما تحطة بالبيشت ماوس pre prepared with a good light and under magnification يعني افضل انه يكون اكو عندك مجهز عليها لايت زين واذا عندك مكبرة يكون افضل the restoration should sit on the die without any pressure اول شغلة لازم انت يمنشيل الكراون ترجع تحطه على الداي لازم يكون ما عندك resistance without resistance معناتي ما اكو مشكلة بالاندر يعني بالجزء الاسفل من الكراون تمام هادا مثلا هادا عندك المتال المعدن قبل ما شنو قبل ما انحطلي الفيس وهذا تقدر تشيكة هادا اذا كان عندك ceramic full ceramic وهذا القول تمام خليتلك هادا البكتور انا مو تتعرف انه احنا حاليا دانشيك شنو دانشيك التوث قبل ما انقلي او ال restoration قبل ما انقليه بال patient mouth period to try and procedure the inner surface of the end restoration inspected for يعني هسه انت جيت شيكته على الداي شفتها ما بي resistance تمام معناتها ما اكو شي بالجزء الداخلي ما تلو processes هاي اول نقطة النقطة تنانية اجي قنبل magnification اجي اشوف السطح الداخلي للrestoration هما بي nodules bubbles ما ينترفير with the seating of the restoration on the die should be removed using a small round bear تمام اذا لقيت اندلني موجودات استخدم شنو small round bear تمام بهاي الايام التكنيشن كل لدي يكمل لك ياوي جزه جاهز تمام بس هذي يعني انت اذا تريد انضبط شغلك واعد ازيدة هذان الشغلات تنتبه حاليا no contact should exist between the die and the internal surface of the restoration يعني المفروض ما اكو resistance يمن اجي اقعد هذا الكرون اشيله من على الدايو ارجي اقعده كون ما اكو resistance يمن اكو resistance يعني معناته يعني اقو مثلا yondules, bubbles او هده شي او انه اقو فد مشكلة ب خلي نقول the unification of of internal surface المفروض تقول a uniform space is necessary for the looting agent to separate a valley يعني مثلا اني مو عندي المسافة مثلا موجودة بوكالي منها من البوكالي الحد دايما مثلا خلي نقول ثلاثة sound team او ثلاثة millim عفو ثلاثة millim ومن انا linguali مثلا لو فرض ما linguali من اللingual surface inner lingual surface and the die مثلا one millim تمام المفروض تكون uniform uniform متساوية من كل الجهات تمام حتى المادة اللاسقة تكون يعني uniform thickness زين any contact أو contacts must be identified لازم تشوف إذا أكو صار عندك resistance يمن شتو خليته لازم تعين هاوين هاي صارت المشكلة and relieved واجي أشيل ها by selective grounding of the internal surface seating the restoration on the prepared tooth or teeth هسه انت خلصت اجيت شفت crown اجيت شلت من على الداي ورجعت جيد ما عندي resistance ما كنو ديول ما كبابلز زين رجعت شتو قلت خلي أشوف المسافة بين هاي تمام جيدة ما عندي أي مشكلة بين السيرفيس والداي رجعت شتو اجيت تشيك بالباشن موث seating the restoration in the prepared tooth طبعا لازم الrestoration اللي انت سويت الrestoration التمبرار restoration ولازم اوخر أي material شنة تلازم بيه احنا باز قلنا التمبرار ري سمنت قلنا zinc oxide اج اج اشي لكل يتي زين لأنه أي رمين انت راح يسبب لك مشكلة وين بالseating of the restoration ال instrument used to remove temper restoration أما bug house towel clamp or GC player or see the restoration on the prepared tooth with pressure تمام عفو أسفل أما GC player أو bug house towel clamp نو بس اش سويت التش اللي تقنى التمبرار restoration نظفة tooth هس اجي اخلي restoration على prepared tooth with pressure evaluate sequence of the seated ground حس انت خلي بال patient mouth الشور رح تجي الساول evaluation أول شي أشوف لازم proximal contact بين restoration لا بين adjacent tooth النوب أرجع على marginal integrity الحافات الحافات مات ورا ما قاعد اجي أشوف حاذ proximal contact with adjacent tooth يمن أقاعد أشوف النوب أجي أشوف marginal integrity هاي الحافات زين النوب شرطي أشوف retention and stability الثباتية مات وال stability l-occlusion l-occlusion إنو أجي أشوف خاف أكو هاي بال occlusion ويا l-opposite tooth أجي أشي لزايد تمام آخر شي l-bullishing or characterization and glazing أنت بيه إنه ال-processes مات اللمعة مات أوكي زين ون-bullish بصورة جيدة نيجي على proximal contact the location size of the relationship proximal contact should resemble those of the natural teeth زين ال-excessive contact prevent the complete seating of the restoration and causes marginal discrepancy ال-open contact will lead to food impulsion أكيد the use of un-oxid floss is a method to compare the contact with the other dentition the use of 0.5 millim thin myelin film is properly a more reliable indicator of proximal contact contact can see the nail on the nail on the nail on the nose كلش ناعم اجي ادخلي بين السنيين اخلي بين البروكزمال سيرفس ما تتو تيث اللي بربيرت هاي واشوف الكنتاكت ما تا اوكي نفس هنا ادخلي بين السنيين الناترال والرستورت واشوفي نفس الكنتاكت اللي موجود بين النارمال تيث تمام المفروض يكون اوكي المفروض مقاومة ضغط تمام يعني هذا over إذا لا والله شفت كل السطح uniform معناته ما عندك منطقة تحتاج adjustments تمام How to examine the inner proximal contact area It should be tight as other than in the mouth dental floss is used to check the inner proximal contact by passing between the restoration and the agency natural teeth it should have slight resistance otherwise we have either يعني إذا ما دخل عندك resistance لشي بسيط كأنما شون أنت من تنظف الأسنانك بالخيط بتضبط resistance بسيطة إذا إجدتك heavy resistance يعني بالقوة تدخل الخيط وطلع معناته شنو معناته إنه عندك heavy contact لازم شي تسوي لها لازم reduce رازم تقللها no resistance إذا يدخل على كيف على راحته يدخل ويخرج الخيط معناته شنو however the floss is easy it's indicating that the contact area is under contour لازم يحتاج لها بعد contouring تمام يعني deficient بالcontact ما عندك ما عندك contact جيدة بين restoration والأجسسن tooth زين how to correct شون الصححة هاي المشكلين المتالي المتالي or retainer with deficient proximal contact can usually either have repeated the restoration or corrected this defect by adding soldering to the area اما انه تعيد الشغل ماتك زين اذا كان معدن اتدتشيك معدن حاليا اما اضيف لسولدرين او تعيد الشغل ماتك زين البورزاني الرسطور ايش لازمش تسوي the area of the contact can identified with red pencil اجي عينها فدقلم احمر or thin marking tape زين و تاعت proximal contact in unglased بورزانين is easy adjusted with cylindrical stone if adjustment of the glazed restoration is needed it can't be done with a diamond impregnant with silicon pointed or diamond polishing paste زين الادفشان to proximal contact corrected by adding بورزانين باللاب تمام هسي بالمختصر اذا كان عندك اتدتشيك معدن قلنا اما تعيد اما تعيد او يسوي لك soldering يلحم لك من الجانب زين البورزانين اذا كانت عندك ال ال contact كلش عالي اش اج اناحت اوخر ابيش cylindrical stone تمام زين اذا انت ملمع هذا unglased بورزانين يعني بعدها ما مكمل عادي ارتب وبعدين لانه راح اجز يلمع لي بس اذا هو ملمع وخلصان it can be done with a diamond impregnated with a silicone pointed بورزانين او او بورزانين اكو فشي صحول diamond بورزانين بورزانين ما اعرف انا منزلت لكم بها البكتر اي نعم تمام تمام هس اشرح لكم علي هن ازيان اذا اكو عندك deficient deficient بالاندر بورزانين اذا 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 deficient لازم ش يسوي لازم يدزل المختبر يضيف لك علي بورزانين بكل سهولة هي فد مادة يضيف ويدخل ها بالفرن يبس ويسوي لها setting ويدز لك يا تمام يلمع ويدز لك يا if the contact area is perfect on the crown is not seat completely زين يعني اذا انت هس حاليا عندك contact كل زين ال proximal contact جيد بس بس الكراون باتك مادة يقعد مادة يقعد it make means that there is interference from the inside زين اللي هو شنو اللي قلنا عليها بالبداية بالمagnified باوعها معناها ممكن اكو bubbles nodules اكو undercuts تمام اكو سطح ما مش ساوي فانت ش سوي ام تحط في شي انصح لها pressure indicating best دي ش ساق لكم عليه تمام مثل هاذ مثل l-bullishing best نفس اخلي من الداخل واقعد اكو على شكل سبري طبعا اكو على شكل يجيك هو مخبوط best عجينة اكو عصار عصارة تخلي ها تمام المهم راح تخلي بداخل الكراون وتج تقعد اوين تقعد على ال-prepared tooth متك وشوف المكان اللي يطلع لك شايني معنات اهن اكو contact قوية contact حادة بحيث وخرت هاي المادة من مكان هي شوف السي هنا بالضبط انا خليت لكم هذي على مثل التوضيح شوف هذي ال-prepared indicating based طبعا هذا مالكم بليد بس انا شوف لكم يا لأنه الشاين اري واضحة هذي يصير مثل مثل العجينة شوف هو يجي عصارة طبعا هو هذا نفس تستخدموه تمام ويجي على شكل سبري يجي على شكل عجينة جاهزة تمام هذي تخلي على المكان تخلي على الدنشر وتقعد بالبيش تمام انتبه هنا شوف هنا شون متوقر المكان ما صاير عليه هنا ما ما صاير عليه هنا المكان ما اكو براجل معنات هنا نفس الشي بالكراون تمام رح تلقى مشيول من المكان اللي بي أوفر اجي أشيل واقعد على المكان تمام هسا evaluation complete seating the margin of the restoration is most critical area of the restoration هسا احنا شفنا اول شي قبل ما نخلي بالبيش تمام شفنا خو ما كون رزي ستنت على الدائر عنا مود رأسا اشينا ما يتعبن بال patient mouth ما شفت شي قلنا وراها رح توخر temperate romantic رح تجي تقاعد على patient mouth وبعد ذلك اول شغلة رح تشوف هي inter proximal area تشوف تشيق هي اذا عندك over contact لو under contact وحجي هنا كل واحدة الشور رح نصحح حق تمام وانا ش قلنا قلنا اذا اكو برجر من الانر surface من الانسايد هماتي نفتهم لنخلي برجر indicating best وراح نفتهم وين هذ البرجر ونوخر بالبير زين هس نجي على ال evaluation of the margin المارجين كل مهمة المارجين الانتقراتي كل مهمة لانه اذا انت كانت المارجين الانتقراتي مو او رح يصير عدك رح يصير فيلر بال اما يصير leakage تمام مثلا شوف هس type of the marginal defect short margin ممكن تكون قصيرة under extension shoulder or leg margin of the crest restoration is shorter than the finishing line of red teeth تمام long margin هاي بالعكس هاي over يعني هاي عابرة over extension or over hung المال اللي انت سويته المارجين of the crown restoration is beyond the finish line of red teeth او open margin تكون المفتوحة او over contoured شوفوا ما عارضكم الدخون نفسكم بهذا على الشرح شوفوا هذي الاوكي انهم تكون الحاف قمالتها هذا prepared tooth طبعا هذي نعتبره root هذي نعتبره root هذي الجزء اللي هو يكون مغطي بيمن بالقم هذا هذا المغطي اللي عندك هذا شنو هذا الفنش اللي هذا الجزء الملون هو الشنو المقطع التركيب ما التك ال تمام المفروض ناترال ايجي قد اما يصير عندك اوبن مارجين يعني شوف هذا الريستوريشن ما قاعد ويلفنشي قلائن هاي سبب لك طبعا كريز لانه لك يجمال السلايفة ويعني فيلر او هنانا عندك شورت مارجين يعني ما اصلا ما ساد دوية من ويلفنشي قلائن اللي انت مسويه او 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 هانك تشوفها هاي عابر اصلا هاي راح اسبب لك برجر كلش قوي على التوث او راح اسبب لك انفلميشن بالقام كلش عاني تمام هذان المشاكل اللي صير عدي بالمارجين بورفتing margin will lead to cement dissolution cement dissolution black retention and and affected the health of the newете where recurrent leads then how to take شون رح تشيكا؟ أول شي فيزيوال أشيكا بأني This indicated especially for the supra gingival margin or margin that have easy access to evaluated by the operator eye that may direct or indirect بالميرار then use of magnification apparatus such as an eye loop or a microscope أو راديوغراف used to detect the interproximal margin to contact a scene by eye والأنكل of beam برة التكنيكة to detect the interproximal margin والشي الثالث اللي تقدر تبحث به هو الاكسبلورار إذن أول شغلة عندك الفيجوال والثانية الراديوغراف والاكسبلورار الفيجوال مثلا إذا كان عندك الرستوريش قدام عينك يعني مثلا انتيريار تيت رأسا تقدر تشوف الحافة إذا بيها أي دفكت رأسا واضحة قدام عينك تمام؟ تقدر تشوفها عن طريق الميرار إذا عن طريق الميرار إذا كانت lingualي أو دايركت بيجين وتقدر تستخدم المغنيفكيش اللي هو أما الـ eye loop أو المكروسكوب إذا تريد تجي تشوف الانتيروبروكزم والمراح تقدر تشوفها بعينك المجردة فش ساو أجي أخذ أشعة بس المفروض الأكس راي تكون برر الوية الـ eye تمام؟ عنا مو عفو برر الوية الـ restoration عنا مو تطلئ لك الأونت ما يصير بيها برر الوية الـ وما تقدر تشوف الانتيروبروكزمال أو المارجن بصورة صحيحة نجي علي من على البروب نقدر بالإكسبلورر بالبروب أشوف إذا عندي أي مشكلة أشوف الانتيروبروكزمال أو المارجن بصورة صحيحة أشوف الانتيروبروكزمال أشوف الانتيروبروكزمال جيدة The probe can be used to check the margin integrity of the ground restoration especially sub-gingival margin إذا كانت عددك sub-gingival margin very tip size probe should be used عدد حجوم varying approaching angle where the wire مختلفة should be applied during checking of the probe To check the margin integrity of the ground restoration sharp point probe very tip size should be moved in two direction two direction varying approach angle then I'll change the angle two direction of movement of the angle approach tuning checking of the probe is very important how to check شون الشيك شوف اول حركة اول حركة move probe from the restoration toward the tooth surface اجميا من الrestoration من سطح الrestoration وانزل علي من على الثوث surface اذا ما توقف او حشر بمكان شوف أسه من الأعلى لأسفل تمام اذا ما حشر هنا ما حشر بمكان معناته انه انه اني الrestoration ماتي اوكي اذا حشر معناته شنو معناته interpretation ترجم دي موفا this indicated under extension margin تمام under extension margin شوف مثلي سهنانة اجي امشي من الأعلى للأسفل يمن يحشر عندنا معناته شنو عندي under extension margin زين النوب اجي الحركة الثانية اللي يموف من الأسفل من الأسفل للأعلى من الأسفل للأعلى اذا هماتي حشر عندنا معناته عندي over extension شوف أسهنانة اجي النوب الحركة الثانية من يم التوت surface وصعد اذا حشر هنا بالحافة معناته عندي over extension الثالث if the probe passes smoothly into two directions this means the margin extension is correct اذا انت مشيت من الأعلى الأسفل من الأسفل لأعلى ما عندك مشكلة وسبوث معناته انه الحافة عندك كلش اوكي زين نجي علي النقطة الرابعة if there is space between the restoration and the tooth surface at this area of finishing line هنانة زين بالfinishing line the probe go on this this means open margin شنو البراب رح يدخل بين هاتين كأنه ما قاعدة يشلع لك the restoration يرفعها بهالصورة هذي معناته عندك open margin لازم تعالج الثالث نجي علي من هسا خلصنا من marginal integrity خلصنا من الاول وحدة شرحناها اللي هي proximal area هسا نجي علي retention and stability شرحناها طبعا المفروض انه السن يمن اخلي اني على البراب رتوس يكون ما كو لا resistance قوية لا resistance قوية ولا انه كيف يعني يعني حرة الحركة بتكون اكو smooth resistance خلصنا بسيطة معناة الريتانشن اوكي نجي علي الاكلوجين الاكلوجين اني طبعا اخلي البيشن تي اخلي الريستوريشن اخلي البيشن اخلي استخدم الارتوكليتن بايبار اكيد استخدمتوها بال بالبروستاتيك اخلي بين الزن طبعا رح يمن يطلع لك الكلار ماتتك هاي كلار معناتي اني اكلوجن can be done using high speed diamond bear نفسي البيرمان الترباين استخدمي for those that are out of occlusion اذا out of occlusion the treatment is remixed اذا كان مثل اذا كان بورزالين اذا كان under الكون اصلا ما قاعد يستوية الابزيت اذا كان عند بورزالين قد الزلب المختبر قولي ايا بضيف لعلي اذا ريف لعلي اما اذا كان عند مثل لا لازم ينعاد هذا اللي حط ترك انا بالأحمر اتركوه نجي النقطة الخامسة اللي بوليش and characterization and glazing اشوف اذا لازم اتشاي اللمعة عندي اللمعة مت البروسيس يكون لون مطافي نفس لون السن اذا كان عند مثل restoration purpose of polishing to provide smooth shiny restoration surface that will be less susceptible to black accumulation و dew post و polishing provide restoration that have a purpose glossy surface black resistance tarnish corrosion resistance good appearance surface roughness are removed by roughness grind with abrasive particle bonded on grinded stone bare or a rubber wheel on a paper disc رابر ويل رابر ويل أو بابر ديسك أو اضافة باست 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 شيء باست باست بردلين بردلين إذا كليت من بردلين and all ceramic crown restoration الكنتور and shade of the restoration the evaluation should be done before glazing أجيك أجيك قبل ما ألمع على متخاف أحتاج أغير الشاد ماتي المنتشر with water or saliva to reflect the light some glazed restoration with variety shade and contour of the jajival third excessive bulk هذا ما حجيت لكم يا لأنه موجود عدكم أخرناه بالshade selection excessive bulk made causes periodontal disease الانسائزة أجيك شوف الحافة on interior teeth establish the proper position and shape of the incisal edge this is an important step in achieving a good aesthetic and function where ideally the incisal edge of the maxillary interior teeth will follow the curvature of the lower lip when it's relaxed incisal embrasure الحافة أو الأنقل اللي بين الأسنان الانterior proper incisal embrasure enhance good separation between the restoration whereas their absence draws attention to relieve its artificial nature surface texture and characterization should duplicate the surface detail and reproducing natural defect of the patient's natural teeth بالضبط أسوي حتى إذا أكو defect عدة بالadjacent teeth موجودات معينة معينة أسوي بالتيث اللي أنا قاعدة أشتغلة عن مودة يبين natural والأدجسن تمام ما يبينة ريستورا تيث أحيد الاقة التراكسات يتجنب الاستشبار معينة إلى العenda الإسارة يعني رأسا يبين يعني ألم أزايد وأخلي للقروفات بالضبط وين أكتب أو أضحها ومن السؤال فهاي راح يبينة ريستورا تيث طبعا هذان الشغلات هذان بالخارج يتعاملون بهن لغة لغة هذه الشغلات لانه انت قاعد تسوي نيولك اصلاً للباسينت يعني ما عليك بالأجسنت بالعكس احتمال انت راح يسوي الهو عندك دفكت بس باثنياً احتمال راح يجيك يقول لك ذنى ستة سنان كل نسويليان حتى يبين ان كل ياتين شكل واحد تمام؟ فهذا يعني الشغلات يعني خلا نقول ذنى برنسبل بس بعدياً ان شاء الله يمن تبدو تشتغل راح تبدو تتحكم بهن على راحتك هس هنجي لقليزنج ها راح يسوي لغليزنج it is application of colorless glass powder to the Fert Crown or bridge surface produce glossy surface and duplicated natural tooth surface lasting and characterization هاذا من يشتغل هاي؟ يشتغلها بالمختبر مو انت يعني ندزلي هي او هو الاستاب الأخيرة من الشغل نوباتشوف يجي يدزليك الشغل تبين ذاك وينك معناتها هذا ما مسوي لغليزي وانه باطلع يعني يشوفها لما حلو نفس لون الأسنان معناتها لغليزي ماتة أوكي كلش حلو شون يسوي اكفت باودر بدون بدون نيلون colorless glass powder يرشو عليه على السن يخليه يغطى بي السن اللي هو مدخلة بالأوفن هاي آخر خطوة يدخلة بالأوفن ويجي يخلي عليه هذا الباودر على مود يحصل لغليزي الآن إذا أحكي إذا سير عميك أو بورتاني Application Natural Teens أنا مجي يبين نفس اللمعة وشكل الأثنان العادية Natural Inefficient Gleasing will lead to إذا أنت أصلاً ما لمعتش راح يسبب لك rough surface وبذلك راح يجبع لك Increase the rate of black accumulation Inflammation طبعاً إذا تجمع الشسم الفود أو البلاك راح يسبب لك Inflammation of soft tissue و Reduction in the strength of the Ceramic restoration تمام إذن إذا أنت ما متلمع عندك الـ restoration راح أول شي تحصل rough surface ويما حصلت rough surface صار عندك البلاك ويما صار عندك البلاك صار عندك Inflammation of soft tissue يعني و كذلك راح يسبب لك Reduce the strength of the Ceramic restoration طبعاً ال rough surface راح يسبب لك abrasion للـ opposite dentition تمتي تنحط بالـ opposite dentition الآن الآن نجي على البوليشنج البوليشنج الآن الترنتيب لـ الآن تقدر مثلاً أنت بالعيادة طبعاً مجهة التقني مرتب لك وكلية مكملة ومرتب ومشوي لك الآن تقوم لك الشغل بس أنت سويت في التصحيح معين به مثلاً التقني مجهة وكما تقوم بها وشيلي بعد ما الشيلي تقدر ترى صلح الغليزينج بالعيادة يمك عن طريق البوليشنج شون صلحة البورديني surface of the restoration provided to precis degree of lastening and distribution than glazing البوليشنج دينتال سيراميك as a way of restoring lastening after adjustment by grinding البوليشنج can be done using شنو silicon wheels or diamond polishing based هاي مهمة تمام يعني انت بالعيادة لازم تعرف ورا ما تشيل من ال restoration هسا انت عندك سيراميك او بوردالين مكملة المختبر وشي جابة قاعدة تلبس ال patient شفت بي over contact شلت ال over contact ما اعيفة المكان ما التخشن زين ما لازم رف ما اعيفة رف لازم انعمة بيش انعمة بسيليكون ويل or diamond بوليشنج بيست اللي شوفتلكم يا هندي تستنفسين ذني زين والبيست العدينا تكون مثل هذي مثل هذي بالضبط تمام مجرد مجهزات بيرات جاهزة و كاملة اللي هو مثل هذي مثل هذي يجيك ناعم لا تحتاج ال base flash مجرد انا اعمل مكان اللي شلت من عنده و خلاص زين لانه هسا اصلا كون مواد موجودة بالمكاتب بس شوي شوي احشي لك على الخطوات فالشي بسيط زين اللي احشي لك ياه هو المهم انت بعد ما شلت الرستوريشن القديمة اللي هي التنبرع الرستوريشن اللي انت خليتها نظفت المكان بصورك كاملة اذا شنة تقعد تتخلي شنة تقعد تتخلي البرمنة الرستوريشن ماتك الانرسايد مالتها متعل زين تقدر بيش استوي لها سيمنتيشن استوي لها سيمنتيشن اما بالغلاس ايونامار سيمنت او زينك بوسفيت سيمنت والزينك بولي كاربوكسيليت سيمنت تمام هذاني بيرمنت سيمنت شوفوا انا اكو شغلات طبعا محددة لكم ياهن بس بعديا قدت يعني اصير المحامرة مطولة عليكم وانا اريد اختصر لكم ياها اصلا زين فالمهم ذاني كلتين اقدر يعني اشتغل بهن اما اذا كان عندك سيراميك يفضل بالرزن بالرزن سيمنت استوي سيمنتيشن تمام يفضل بالرزن سيمنت هنا عندك التعريف ما تلوتينج ايجينت هي الماتيريال ذات اكت از اتهيسف لاسق تولد تقذر the crown restoration and the tooth extraction يعني اللوتينج ايجينت هذا او اللاسق او اللي راح نسوي بيه سيمنتيشن لازم يسوي لك اتهيج اللاسق سطح ال restoration معا منهم معا سطح ال prepared tooth السن اللي انت حضرته اللوتينج ايجينت are designed to be either permanent or temporary لا دائمي لا تمبراري التمبراري حجيتلكم عنيه من هو قلنا zinc oxide ايجينول حتى اشيله بسهولة ال permanent اللي هسا استوني حجيتهن zinc phosphate zinc polycarboxylate zinc polycarboxylate glass ionomer cement و موجودات عدكم هم معدداتهناني تمام زين البونت ميكانيزم شون ذني راح يلسقن السمنت اما nano adhesive اللي هو mechanical looting او micromechanical bonding او molecular adhesive هاي ما مطلوبة من عدكم تمام زين البروبرتيز of ideal looting ممكن هاي اجيب لكم من عد هالشي طبعا لازم يكون thin لازم اي او strength ما تأدي كويت strength يعني يتحمل الشير strength اللي راح تجهز عليه الرستوريشن يعني بالقليل المفروض عددكس هي 70 ميجا باسكال زين low viscosity and salubility لازم البسكوزيتي مانت تكون قليلة و salubility مانت قليلة باقصد بالسلاف وغرا adequate working time يعني سهل بالشغل يعني يمن تشتغل بي يطيك وقت تخطي على راحتك و الراحتك و الوقت مانت تكون يعني جيد يعني بسرعة تقدر يعني بين ما ترتب الشيل ازاي تكون هو بتيبس عندك should provide good ceiling لازم يسد لك بصورة جيدة مستنون تكسيك to the bulb ما يكون يعني يسام للbulb زين وبايوكمبيتابل with the bulb و راجو قبك راجم يكون أبيض يبين بالأشعة راجو قبك على مود تقدر تميز إذا عندك أكو في البروبلم زين والaddition to the tooth structure and restoration material لازم يلزم هم على tooth structure وهم على restoration زين هاي شنو الproperties of ideal looting هم ما ترمو كلش ضرورية بس أهم شي تعرفوهم الفكشن 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 أكيد هو راح يكون secure secure a lasting retention of the restoration of properties وسيل الغاب اللي موجودة between the restoration حتى ما يخلي عندك من تريشن للفلود and bacteria way to act as isolating barrier against the thermal and glavonic cavity زين الفكشن the retention of the cemented gas restoration demographic rotation of the of the preparation relation of the preparation يعني انت التحضير ماتك ما تسن شون كان إذا كان أوكي تحضيرك ما تسن يعني راح يكون ال retention عندك أوكي هم ما ترح يأثر بصورة سلبية بصورة عامة tabering the height surface area كلية راح يأثر لك كلية راح يتأثر لك على ال retention أكيد أخذتوها بال appropriation ال biophysical factor related to restoration such as the accuracy of office and malaria وشكرا عامة الرحل اشتركوا والمقه المعلى لحيق اشتركوا في القناة